وعلى مناقشة تدعية نتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وموقف ترامب وحزبه منها ينضم إلينا عبد الراسكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عبدالوهاب القصب أهلا بكم سيدي أهلا أهلا وسهلا سيد عبدالوهاب اعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو أن إحصاء كل صوت قانوني سيؤدي إلى فترة ثانية للرئيس المنتهي صلاحية ترامب كيف يتلقى الديمقراطيون هذا الطرح الذي يبدو ممنهجا من قبل الجمهوريين قبيل انتهاء العد الرسمي في واحد حال هو ممنهج من قبل ترامب والدائرة المتقربة منه جدا وهذا يتعلق بسبب رئيس ترامب يعني ترامب وكيف يتعلق بشتر مبكر قال أنه لن يعترف بنتاج الخطابات لن يلقي خطاب يعني الأقرار بالخسارة أمام بايدن إذا ما قاله بوقت مبكر جدا وما قاله وزير خارجي هذا اليوم حقيقة يتنافى مع الواقع يعني هناك 279 مقعدا انتخابيا للرئيس بايدن حسب إحصاءات الكثير من وسائل الإعلام التي يعتد ويعتمد عليها في واقع الحال في هذا الوقت ومن المفارقة أن بوكس نيوز المقربة جدا من الرئيس ترامب أعطت 290 مقعدا إلى المرشح الرئيس المنتخب بايدن هناك المتأرجح الذي يمكن أن يحسم لصالح ترامب هو ما يلي ثلاثة مقاعد في ألاسكا حصل عليها فعلا هناك 16 مقعدا في كارولاينا الشمالية هذه يمكن أن يحصل عليها هو لديه 214 صوت أضيفي لها 3 يكون 217 أضيفي لها 16 يكون 230 ما بقي الرئيس بايدن المنتخب بايدن متقدم بها وهي 11 مقعدا في لويزيانا وفي 16 مقعدا في جورجيا وهذه لم تحتسب لصالحه أبدا هناك فرق كبير في قنسلفينيا نعم بين المرشحين بحيث أن أي عملية إعادة عد من المستحيل أن تجسر هذه الفجوة نعم عادة بالحديث عن هذه الأرقام أستاذ عبد الوهاب المعذر على المقاطعة لديق الوقت إن كنت تسمعوني إلى أي مدى تؤثر مثل هذه التصريحات كتصريح بومبيو على الأسس الديمقراطية الراسخة في الولايات المتحدة منذ توقيع على وثيقة أعلان الاستقلال أكيد وهو شيء غير مسبوك في التقاليد الديمقراطية المعروفة في هذا البلد الذي تقوده مؤسسات حقيقة لكن ترامب عمل الكثير لكي يحاول أن يعمل ما بوسعه سمى قاضية مقربة منه محافظة قبل أيام إلى المحكمة العليا في أمل منه أنه عندما سيدفع الوضع إلى المحكمة العليا هو لديه خمسة أصوات للجمهوريين وأربع عائل الديمقراطيين ولكن في التصور أن السلطة القضائية تصوت على أساس حزبي أمر بعيد حقيقة وأن لا يعتبر عارا عليهم سوف يكونوا لن يكونوا عادلين الموضوع الثاني هو هذا الإصراط في تغيير الموصف وزير الدفاع القدمات العليا في البنتاجون تثير ارتياب وعلامة استفقام ما الذي يريد الرئيس ترامب فعله في الأحد عشر أسبوعنا القادمة التي هو في يوم عشرين كانون ثاني يناير عليها أن يغادر البيت طيبية اللي لم ينتخب وهو لم ينتخب لحد الآن شكرا جزيلا لكم زميلة لمركز العربي الأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبدالوهاب القصاب ونعتذر لضيق الوقت حدثنا عبر سكايب من واشنطن حدثنا عبر سكايب من واشنطن